في المسلمين في بلاد الخارج المقيمين في بلاد الخارج بيحاولوا ان هما يبعثوها لخارج البلاد فهل هذا يجوز ام ملزمين ان هما يدفعوا الزكاة داخل البلد المقيمين فيها طيب الأصل في مسألة اخراج الزكاة سواء كانت زكاة مال او زكاة فطر انها تخرج في بلد المزكي في البلد الذي يعيش فيه المسلم تمام هذا هو الأصل طيب ولا تنقل من البلد الا لضرورة ايه الدرورة بقى الدرورة انه اذا لم يجد الغني في البلد الذي يعيش فيه فقيرا لا يجد في البلد الذي يعيش فيه فقيرا او لا يعرف فيه فقير وما اكثر ان تنتشر دعوات على المواقع وعلى التعليقات انني ارمل لا واحتاج الى كذا وانت لا تستطيع ان تتبين الحق من هذا القول ومن ثم صارت عنده قضية انه لا يستطيع ان يصل الى الفقير او المحتاج تمام فعندها يجوز له ان ينقل زكاة فطره خارج وزكاة ماله كذلك خارج البلد الذي يعيش فيه فينقلها الى خارج البلد الذي يعيش فيه لا سيما ان كان في البلد المنقول اليه الزكاة قوم لا يجدون كوت يومهم كوم فقراء مساكين عندهم مجاعات عندهم اوبئة او كوارس عندهم شيء عندهم اقارب قد يكون عنده اقارب محتاجون تمام والصدقة على الاقارب لها اجران يعني اجر الصدقة واجر الصلة كذلك تمام ويخرجها كذلك المسلم لهذه المؤسسات اللي هي السمانية الاصناف ويخرجها الى المؤسسات التي تتولى الوكالة يعني قد لا يجد في البلد الذي يعيش فيه هو لا يعرف يعني لا يعرف البلد الذي يعيش فيه لا يعرف ان هناك اماكن تحتاج وقد يستعين بقى بالمؤسسات هنا التي تعمل في هذا الباب وهذا النظام يستعين بهم هم وكلاء يعني يوكلهم ان يخرجوا زكاة الفطر او زكاة المال اما للبلد الذي يعيش فيه واما خارج البلاد وكذلك من يثق فيه يعني دائما كنت اقول للناس ولا ذلت انت لا تعرف فيه النمسا فقراء تمام مثلا ممكن ان تتصل الامر سهل تتصل باحد اقاربك في مصر في المغرب في السودان في افريقيا في اي موضع من مواضع الارض تقول له اخرج لي كذا مقدار ذكاة الفطر التي تخرج عليك وعلى من تجب عليك نفقته من ابنائك وزوجتك تقوم تطلع القيمة دية كلها وتقول له طلع لي قد كده وترسل له المال فانت وكلته في اخراج هذا المال عندها يجوز ان نخرج ذكاة الفطر وذكاة المال خارج البلد انما الاصل اقرر عليه الاصل انها في البلد الذي نعيش فيه اذا وجد فيه الفقير والمحتاج واذا لم يوجد فقير ومحتاج في زكاة المال وزكاة الفطر قد هناك جواز ان تنقل الى المؤسسات التي ترعى العمل الاسلامي كالمساجد والمراكز التعليمية الاسلامية وغيرها يجوز ان تنقل اليه زكاة الفطر وزكاة المال وديت مسألة وقعت بين الفقهاء بين من يكون تخرج زكاة الفطر وزكاة المال الى الاصناف السمانية وهناك من حدد زكاة الفطر فقط كما حددها المالكية في احدى قولهم انها لا تخرج الا الى الفقير والمسكين فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فانا بوسع على الفقراء والمساكين زكاة الفطر فقط حتى لا يضطر الى ان يسألوا الناس في يوم العيد ان يفرحوا كما يفرح المسلمون في يوم عيده يعني معنى كده يجوز ان المسلمين يتبرعوا بزكاة الفطر او المال للمستشفيات طيب اذا لم يوجد فقير زكاة المال لا مشكلة لان انا عندي بند فيه زكاة المال من الاصناف السمانية هو فيه سبيل الله فيه سبيل الله تشمل كل عمل خير كل عمل خير تشمله تمام لكن دائما الاولى ان نأخذ في الاحتياج الاحتياج ما هو الذي يحتاج اولا الفقير والمسكين الفقير والمسكين طب المريض وضعوا ايه وكذلك المريض اذا لم يجد قد يكون مريضا ولكن عنده تأمين صحي يتكفل بعلاجه عنده اموال تسأل الله ان يشفي طبعا كل مريض يا رب ويعافي كل مبتلة المريض قد يكون عنده التأمين الصحة وعنده الخلفية التي تنفق على اذا كان مريض ولا يستطيع ان ينفق على مريضا فهذا في حكم الفقير وهذا في حكم المسكين يأخذ من الصدقات ومن الزكوات لكن الاصل كما ذكرت انها في بلد المزكي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذي حين ارسله الى اليمن قال فاعلمهم ان الله كتفرد عليهم زكاء او صدق تأخذوا من اغنيائهم فتردوا في فقرائهم عشان يحصل هناك في المجتمع تكاتف في المجتمع الواحد فهذا هو الاصل لكن تخرج للمستشفيات زكاة المال نعم اما زكاة الفطري فلا اشجع ابدا ان تخرج الى المستشفيات اذا وجد الفقير واذا وجد المحتاج فهو اولى به ترجمة نانسي قنقر